وللحديث أكثر عن تداعيات إيران وأمريكا ينضم إلينا من بغداد عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي علي الشيخ خزعل أهلا بك سيد علي اليوم نائب رئيس الولايات المتحدة يحذر إيران من استفزاز أمريكا حتى تراب نفسه توعد أيضا في أكثر من مناسبة إيران حتى أنه فرض عقوبة جديدة عليها يعني إلى أين تتجه العلاقات الإيرانية أو الأزمة الإيرانية الأمريكية نعم بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام طبعا يبدو أن تراشقات الكلام بين الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الإيرانية بلغت ذروتها بين الجانبين بسبب الخلاف على عدة ملفات أهمها الملف النووي الإدارة الأمريكية أنا أتصور هي تحاول من تحجيم الدور الإيراني في المنطقة وكذلك تحاول إعادة النظر بالاتفاق النووي الذي أبرم مع الحكومة الإيرانية وهذا ما أكده مستشار الحملة الانتخابية للرئيس ترامب الذي أكد أنه في حال فوز الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإنه سوف يحاول إعادة النظر بالاتفاقية النووية مع إيران أو كذلك يحاول إلغاء هذه الاتفاقية أن الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإيرانية تطورت بعد ذلك من خلال فرض الحكومة الأمريكية عقوبات على عدة كيانات تابعة للحكومة الإيرانية وكذلك على أفراد محسوبين على الحرس الثوري الإيراني والسياسيين الإيرانيين هذا الأمر دفع الحكومة الإيرانية بردة فعل من خلال إجراء مناورات عسكرية للقوات الحرس الثوري في منطقة سمينان المتاخمة للخليج العربي سيد علي سألتك عن التداعيات يعني ماذا سنرى بعد فترة من الزمن هل سنرى نشوب حرب ربما بين الطرفين ربما تكون حرب يعني ليست مجرد حرب كلامية ربما حتى تكون حرب حقيقية بالمستقبل في ظل ما موجود على الأرض نعم يبدو أن هذه التصريحات هي بداية مرحلة جديدة يمكن أن تجريها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران يبدو أن هذه التصريحات سوف تمهد إلى خطوات جديدة لم يتجرى الرئيس السابق أوباما بأن يفعلها اتجاه إيران ولكن هناك حسب ما أتصور بأن هناك محاور عدة تحيط بالعلاقات الإقليمية الحالية الموجودة في الخليج العربي هناك معارك تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وكذلك هناك حالة فوضى عارمة في منطقة الشرق الأوسط أنا أتصور بأن الإدارة الأمريكية تحاول من هذه التصريحات بأن تحجم الدور الإيراني في المنطقة والحد من هذا التحجم الإيراني خاصة في منطقة الخليج العربي لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح كبيرة وستراتيجية في منطقة الخليج العربي نعم سنتي لهذا الموضوع سيد علي سنتحدث عن موضوع العلاقات أو علاقة إيران بالمحيط لكن في القسم الأول من حديثك تحدث عن الاتفاق النووي يعني ترامب وصف هذا الاتفاق بالاتفاق السيء على كل حال يعني ماذا يريد ترامب؟ يعني هل يريد طرح اتفاق جديد ربما على إيران بإلغاء أصلا أساس موضوع المفاعلات النووية التي تصنع حاليا في إيران؟ نعم الرئيس الأمريكي الجديد يحاول من إعادة النظر بهذه الاتفاقية قالها مرارا وتكرارا بأن هذه الاتفاقية تعارض المصالح الأمريكية في المنطقة هناك حلفاء ستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج ألا وهم دول العربية في الخليج العربي هذه الدول متخوفة من برنامج النووي الإيراني والكل يعرف بأن هذه الدول دخلت في حالة تأزم مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما أبرم هذه الاتفاقية مع إيران حاولت هذه الدول إنهاء هذا الملف وبدأ صفحة استقرار في المنطقة ولكن هذا الشيء لم يحصل في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لذا تأزمت الوضعية مع حلفاء أمريكا في منطقة الخليج العربي فالرئيس الأمريكي الجديد يحاول كسب الحلفاء الموجودين في منطقة الخليج العربي يعني من خلال إعادة النظر بهذه الاتفاقية يعني سيد علي هو يحاول كسب ربما جهات أو حلفاء جدد أو العودة إلى الحلفاء السابقين للولايات المتحدة دو أمريكا كما هو معروف يتعتبر نفسها شرطيا على العالم يعني هذه الأزمة الإيرانية الأمريكية هل هي فقط لمنع إيران من التمدد بصناعة الصواريخ النووية فلنسميها بتسميتها أم ربما هو يحافظ على سيادة العراق كما ذكر وقال أن إيران الرعي الأكبر للإرهاب إيران تعتبر العراق مدينة إيرانية نعم أنا أتصور بأن الرئيس الأمريكي الجديد يحاول إعادة هيبة أمريكا في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد هيمنة روسيا على منطقة الشرق الأوسط بعد الأزمة السورية الأخيرة يبدو أن أمريكا تحاول فرض سيطرتها وهيبتها في منطقة الخليج العربي وإذا أرادت من إعادة هذه الهيبة لابد أن تستعيد الحلفاء السابقين ألا وهم دول الخليج بما يتمكنون ويتمتعون من قوة اقتصادية ومالية وحتى عسكرية هذا الموضوع يحاول الرئيس الأمريكي الجديد اللعب على هذا الموضوع واستثمار هذه الأمور لصالح إدارته لذا يحاول من خلال الملف الإيراني أن يعمل بجد على تحجيم الدور الإيراني في المنطقة وتطمئنة الحلفاء العرب الموجودين في الخليج العربي وهذا الموضوع هو جزء من ملف ملفات خلاف مع الإدارة الحكومة الإيرانية فالملف النووي الإيراني هو من أهم المشاكل وكذلك النفوذ الإيراني الموجود في منطقة الخليج العربي يعتبر كذلك من المشاكل التي تسترعي الرئيس الأمريكي الجديد يعني إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الأزمة على العراق خاصة أن الأوساط السياسية متخوفة بعض الشيء من هذا التصعيد وتأثيره على الداخل في البلاد نعم بدون شك بأن هذه المراشقات الكلامية والتوترات بين العلاقة الأمريكية الإيرانية سوف تؤثر بشكل مباشر على العراق من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية وحتى الناحية الأمنية الجميع يعرف بأن إيران هي دولة جارة للعراق ولها نفوذ وتأثير كبير في العمق العراقي وكذلك الكل يعرف بأن الولايات المتحدة يوجد لها قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية وفي حال نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران سوف يؤثر هذا الشيء تثيرا مباشرا فإيران تستطيع أن تحرك نفوذها داخل العراق لكي يصل لأهداف هي تستطيع أن تصل إليها في حالة أن تأزمت الأمور بين الطرفين لذلك فإن الوضع السياسي العراقي والوضع الاقتصادي والأمني يرتبط ارتباط مباشر باستقرار العلاقات واستقرار الوضع الأمني المحيط بالعراق فالجميع يعرف بأن العراق هو حاليا داخل في حال الصراع مع تنظيم داعش من أجل فرض القوات الأمنية سيطرتها على جميع الأراضي العراقية فنشوب مثل هكذا صراع داخل أو بالقرب من الأراضي العراقية سوف يكون له تأثير مباشر على استقرار العراقي من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية وكذلك من الناحية الأمنية لذا على الحكومة العراقية أن تقف نعم عفوا عذرا للمقاطعة سيد علي الشيخ خزعال يضيق الوقت أعتذر منك على المقاطعة المحلل السياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد شكرا جزيلا